من درر الحكم أشعار قالتها العرب قديما وحديثا هذه الأشعار صارت حكمة يرددها الناس ولذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أشعر كلمة قالتها العرب أو تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل يقول أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد لبيد بن ربيع كان شاعرا وظل على كفره فترة ثم أسلم ودخل الإسلام وهذه الكلمة قالها ولم يكن قد أسلم بعد وإنما كان لازال على الكفر لكن ربنا أجرى على لسانه حكمة ألا كل شيء ما خل الله باطل وهذا يجعلنا أن نحن نفهم هل كل الشعر مقبول ولا هل كل الشعر مزموم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الشعر لحكمة يبقى بعض الشعر حكمة وهذا يدل أن الشعر مش كله كده بمعنى أن فيه شعر سيء فيه ناس قالت شعرا بالباطل قالت شعرا فيه كذب قال بعض الناس قالوا شعرا فيه فحش وبذاء وكلمات سيئة هذا الشعر مذموم وهو ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جوف الإنسان يمتلئ قيحا والعياذ بالله خير له من أن يمتلئ شعرا من أنه يحفظ شعرا كثيرا لدرجة أنه يملأ جوفه هذا تشبيه طيب إيه نوع الشعر المزموم للدرجة أن الإنسان يعني يمتلئ جوفه قيحا خير من هذا الشعر قالوا هو الشعر الفاحش الشعر البذيء الشعر الذي يسير الشهوات الشعر الذي يدعو إلى الرزائل والقبائح زي كثير من الأغاني اللي هي قائمة فقط على الدعوة للفحش والدعوة إلى البذاء والدعوة إلى شرب الخمر والدعوة إلى الرقص والدعوة هذا الإنسان يترفع عن أنه يحفظ شيئا من هذا وده نوع من الشعر برضو يسموه شعر العمية لكن هناك شعر ممدوح فيه كلام طيب وفيه كلام حسن ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمنا أن من الشعر حكمة قال لنا برضو أن فيه شعر سيء لدرجة أنك يمتلئ جوفك قيحا خير لك من أن يمتلئ شعر فعرفنا أن الشعر منهما هو حسن ومنهما هو قبيح وهذا ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت هو كلام منه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن أو عليك بالحسن ودع القبيح وذكرت أنها تحفظ أبياتا وشعرا لكعب ابن مالك رضي الله عنه أرضا وفي القرآن سورة اسمها سورة الشعراء قال العلماء سميت بالشعراء لأنه هي الوحيدة التي ذكر فيها لفظ الشعراء في قول الله تعالى في ختامها والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الكفار زعموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام شاعر من ضمن التهم التي ألسقها بالنبع عليه الصلاة والسلام علشان لا يؤمنوا اتهموا بأنه شاعر واتهموا بأنه مجنون واتهموا بأنه افترى هذا الكلام ونسبه إلى الله عز وجل إلى غير ذلك من التهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم منزه وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك صلى الله عليه وسلم لكن اتهموا بذلك وهم يوقنون أنه ليس كذلك فقالوا شاعر نتربص به ريب المنون قالوا بل افتراه بل هو شاعر فاتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شعرا أبدا يعني كيف وهم جميعا كانوا يقولون الشعر أو أغلبهم يعني كانوا يقولون الشعر ومع ذلك الله عز وجل قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا يبأ إذن الله عز وجل نفع عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكون شاعر وما هو بقول شاعر هكذا قال الله سبحانه وتعالى طيب هم بقولوا إنه شاعر قال لهم لا الشعراء ليسوا كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالشعراء والشعراء ليسوا كأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الشعراء في الغالب في الغالب أو منهم يعني من يتبعه الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون كالنبي عليه الصلاة والسلام عنده شعراء زي سيدنا كعب بن مالك وزي سيدنا عبد الله بن رواحة وزي سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاء فلما سمعوا الآية وهم شعراء وربنا يقولوا الشعراء يتبعوهم الغاوون أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف ونحن نقول الشعر فاتلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى بعد هذه الآيات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقربون إذن استسنى الله سبحانه وتعالى من الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا من الشعراء من كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه ولما جاءه سيدنا كعب بن مالك يقوله ده ربنا يقوله والشعراء يتبعهم الغابون قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه وأخبرهم أن وقع هذه الكلمات بالشعر على الكفار أشد من وقع النبل يعني أشد من أنك بترميهم بالسهمة أو النبال من الكلمات اللي كان الشعراء سيدنا حسان بن ثابت سيدنا عبد الله بن رواح وسيدنا كعب بن مالك بيمدحوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبيزموا المشركين وأخلاق المشركين والأصنام بتاعة المشركين وزي ما المشركين كانوا بيهجوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا شعر يهجوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هجاء يعني زم أو شتم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من معه من الصحابة من الشعراء زي سيدنا حسان بن ثابت أن يرد عليهم هجاءهم ليكفوا عن الإسلام وليكفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول أهجوهم وروح القدس معك فهذا من نوع من الجهاد باللسان ونوع من الجهاد بالكلمة فالصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يقولون الشعر استثناهم الله عز وجل ومن كان مثلهم إلى يوم القيامة كل من قال شعرا فيه حكمة وفيه منفع فهو مستثنى من الآية بتاعة والشعراء يتبعهم الغابون